دكتور حضاك أشرت إلى قوة الثقة وقوة الثقة لعلها نابعة من ثقة القوة لأن الاتنين كلاهما نابع من وعي تاريخي للجمعية العمومية لنادي الأهل كيف بدأت إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في هذه الدورة الجديدة؟ يعني في الحقيقة برضو حضرتك ذكرت كلمة أعتقد أن دي واحدة من التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية ويمكن فقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما أحد التحديات اللي دايما بيتحدث عنها هي قضية الوعي وأهم ما يمتلك المجتمع عندما تمتلك وعي مجتمعي قوي سوف تمتلك مؤسسات وطنية قوية ويمكن ده يميز النادي الأهلي في الحقيقة وبنفتخر به في النادي الأهلي أيضا هو وعي الجمعية العمومية وحرصها الشديد على حماية مؤسستها اللي هي النادي الأهلي في الحقيقة وبالتالي إحنا حرصين في النادي الأهلي على هذه المبادئ وبالرصخة لم يبدأ الحديث في النادي الأهلي إلا يوم عن الانتخابات إلا يوم التسعة لأن ده أحد ثوابته مبادئ النادي الأهلي أنه لا يتم الحديث عن الانتخابات إلا في التوقيتات التي يحددها النظام الأساسي فالنظام الأساسي في الحقيقة بيقولنا أن إحنا يتم الدعوة في خلال من 30 إلى 45 يوم قبل انتهاء مدة المجلس الحالي الدعوة للجمعية العمومية يوم تسعة عشرة أول مرة يتم فتح موضوع الانتخابات والدعوة للجمعية العمومية كان هذا الإعلان الذي على الشاشة لدعوة للجمعية أصدار مجلس الإدارة يوم تسعة عشرة في السبع مساء دعا مجلس الإدارة لانعقاد الجميع على الرغم أن قبلها بفترات كبيرة كان هناك تسريبات وتخمينات من بعض السادة الزمل الموقرين أن الأهلي هيعمل كذا الأهلي هيناقش المجلس اللي جاي ويتم المجلس وينعقد المجلس ولا يصدر المجلس أي قرار فكانت أول مرة في الحقيقة كان حريص مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الكابتن محمود أن الانتخابات سوف يتم الالتزام بها وفقا لقواعد النظام الأساسي ولا يتم الحديث عن الانتخابات إلا في الموعد اللي بيشير إليه النظام الأساسي فكان يوم تسعة عشرة أصدر مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية 25 و 26 وبالتالي تم اتخاذ كافة الإجراءات بنشر تلك الدعوة يوم 15 عشرة نشرناها في الجرادة الرسمية في جريدة الأهرام وهي واحدة من كبريات المؤسسات الوطنية وأيضا جريدة الأخبار وده برضو عشان نعدد والموقع الإلكتروني للنادي الأهلي نشرنا هذه الدعوة أيضا النظام الأساسي بيشير إلى أن منذ الإعلان عن الدعوة سوف يتم في اليوم التالي للدعوة فتح باب الترشح وأن يكون هذا الموعد مفتوح لمدة سبعة أيام سبع أيام بيبدأ العمل فيها من الساعة إلى ساعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء استثناءا لليوم الأخير في موعيد تلقي طلبات الترشح يتم العمل للساعة السابعة مساء بالفعل التزمنا بهذه التوقيتات وقف الباب الترشح يوم 22 عشرة من يوم 22 عشرة في خلال أسبوع من غلق باب الترشح كان علينا أن نعرض السادة المرشحين على مجلس الإدارة وبالتالي ليصدر قرارا من مجلس الإدارة باعتماد المرشحين وينظر في مدى استفاقهم لأوراق الترشح وفقا للنظام الأساسي في الحقيقة ولم نكتفي برضو في النادي الأهلي بهذا فقط بل دعينا أيضا لجنة قضائية للإشراف على تلك المرحلة أيضا مش إحنا مستنيين حتى المرحلة الأولى كان فيه عندنا سلاسة من المستشارين الأجلاء وكنا حصلنا على تصديق من الهيئات القضائية الموقرة بأن يكون هذه اللجنة لديها تصديق بالعمل والإشراف على هذه المرحلة هذه المرحلة كان عندنا إجراءين مهمين جدا 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 هو اعتماد قوائم المرشحين وأيضا اعتماد القوائم السادة أعضاء الجمعية العمومية كشوف التي سوف يتم اعتمادها للإدلاق بأصوات في الحقيقة المرحلة دي برضو عملناها الحمد لله بتوفيق من عند ربنا بشكل كبير بالتعاون والتنصيق مع الجهة الإدارية الموقرة أيضا وأثناء تلقي أوراق الترشح كان معنا ممثل من الجهة الإدارية موجود معنا السبعة أيام الموجودة لفترة الترشح وتم التنصيق في هذه العملية الحمد لله بنجاح وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبعتنا للجهة الإدارية أسماء السادة المرشحين النهائين بعد اعتماده وتم الدعوة لمجلس إدارة أيضا يوم السلاساء برضو عملنا المجلس وتم اعتماد أسماء السادة المرشحين بالكامل اللي تقدموا لم يتم استبعاد أي منه ترجمة نانسي قنقر